السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات المغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه واحد سيدة كان اسم لها ناجية وفي عمرها 58 عام. هذه ناجية كانت مطلقة مع رجل اسم جمال وفي عمره 62 عام. كانوا من الذين كانوا مزوجين كانوا كارين واحد دويرة. هو من الذي طلقها و بعد طلقها الإشارة فقط طلقها في 4 أو 5 سنين في الماكك. من الذي طلقه هو الذي يخرج وخلق ساكن مع أوليداتها كانوا عندها ثلاثة أبناء. الكبير فيهم اسمه محمد كارين وفي عمره 30 عام. الوسطاني اسمه منتصر وفي عمره 27 عام. والصغير اسمه عماد وفي عمره 24 عام. مزيان. عند هذه السيدة قاعدة عشاء من أولادها بثلاثة. وكما حدث باللحظة باللحظات. والد الكبير اسم محمد كارين. سيخرج. سيخرج ومشي غير ما في نفس الحي. وسيكري واحد دار. هو الإشارة فقط لهو الأخوته ممزوجين من مواله. والخدمة عندهم مضطاربة ومشي شيء خدمة لها مزيانة. مزيان. كما قلنا سيخرج ومشي غير جنب الدار. غير حتى بواحد المسافة المعينة. غير شوية يمشي بزاف. كرا واحد الدار وخايا قديمة شوية. ولكن هو بغى الراحة وستاكنه. وقال لديك افتقار ويحسن. وقال لديك أخوته وقال لديك أبوه. وقال لديك أموه. وقال لديك أستقر بنفسه. مزيان. هذه المرحة كانت. مرة مرة تخدم. مرة مرة هو مولادة يخدمه. مرة مرة هو الأب أو الطالق. يأتي معك يشوف أولادته. مزيان. كل شيء بخير. هذه الأم ناجية كانت منعودة. أنها تفق الصباح. تطلل على أولادها. أعاد تشوف المشاويرها. تطلل على المنتصر. كما قلنا من المنتصر. وعلمات ساكنة غير ماء في نفس المنزل. فقط الصباح كما مالفة. فقط. طللت على أولادها. في البيت دياله. ودقعت له. جوبها. يعني صافي. مزيان. دقعت على أولاد الثاني. كذلك ومثال. مزيان. خاصة تشوف محمد كريم. خرجات. لبسات عليها. خرجات. تضق في الدار. 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 بدون مجيب. يجبها. وما الفالي. أنه يضق على أمه. وإن يكون مقلوب بالناس. أو لا. ومعن كان سكرانا أو شيء. يجبها. ولكن هذا. ما خرج. ما درتش إشارة بأنه. كان. هناك الناس قالوا. بدينا. نرى البيار. نرى البيار. ومن ثم يتقدم الأن. ملحان. وما فعلت البيار. المهم. وإشارات كاملة. في الدار. لا يعتقد فقط. يجبها. هناك مجيب. يجبه. يجبه. ويجبه. يجبه. 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 مجيبه. فقد يفرقوا بباب ولا يهرسوا و هو يدفنوا فى كين فأنا كان جاء عمود الدار سمع قبل ان انظروا من الناس يدقوا على الناس و جاءهم و أقلوا ماذا كين و يدفعوا و دلوا الثالث و مجردوا و يدخل و دخل السيد مو دار و دخلت المحمد الكريم من الكارية الدار ودخل خوصه ومتاثر وعمل وظهروا لأنه يكشاشوا يكشاشوا السيد مقتول ولدها محمد كاريم مقتول غارق وزد الدم وتخلعه وتخلع السيد مقتول قالوا انه كاري سادي انه كاري السيد مقتول لنا المهم شاء علم البوليس البوليس جاء جاء البوليس شاهدوا بعينهم السيدة وهي كسبكي يعني الأم الضحية عارفوا بأن هذا المقتول السباح مقتول في هذا الدار ما هو إلا ولدها هو الكبير مزيان خذ خبار هذا الأب يقطع على اقتعاد النجية ويجاء حتى هو كذلك مزيان هنا يدها الرجل من يشاهدون البوليس مية علمو النياب العلماء أعطيتهم أكيبش بدأوا في التقيقات استدعاء الشرطة القضائية جاءت الشرطة العلمية وبدأوا المعينات الأولية أول حاجة كلاحظوها هو أن هذا المحمد الكريم كان الإشارة فقط هذا مدمن مخدرات صلبة مخدرات قوية وحول يعني أي حاجة كبيرة أي حاجة تطيح لكم على بالكم كبيرة هذا المحمد الكريم مزيان يقعوا المسرح الجريمة كان هناك نموسية الفرد واحد 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 طابلة وكذلك أمنا وجاء واحد واحد ومع بشأن إنه كان في النجود أمان مخدرات صلبة هيروين أمان كميات كبيرة يعني بجانهم كمية أمان كده السياة حيث يجب إليها فأنتمع نجاح فالأشخاص يبيعون أو يبيعون أمثل مبعد الكثير ان تسمع وفافات وقرامات وواجهة النزانية تغيير وعبر بيها وواجهة المبالقة مالية هنا تحت من الوسادة نفع مبالقة هنالك أولا استبعدك أنها تتكون جريمة بأمان بداية الصرقة غالب سيكون مدمن لماذا لم تفضل الهيروين لماذا لم تفضل لهذا الاسم لم تفضل الوسادة لم تفضل أحد مكانا تفضل ضحية هذه هي حسابات العقل ومثل هناك شيء أخرى إنها تفضل أضافر للضحية تجد فضل لا دائن حمض ناوي السيد قاوم بشدة وبينها انه كان شعر و كان تناول واحد كمية كبيرة لا يشد واحد القوة كافية انه يواجه الضحية ولقاوه او ثاني مطعون بعدة طعنات باداة تحدى بين فيها اداة تحدى لان السيد قاموا غارقوا الدم المهم هو الحساب ما خرجوه شرع المياه ان السيد سيكون دار خدوش و جروح و واحد القماش في القاتل يعني انه يشد نفذ الاسبوع او لحد اليامات هذه عمان قارب القاتل غلقاه في دهره او في جسم او او في الانقو غلقاه واحد الخدوش مزيان هزو سيد الدول المسودع البلدي الاموال هنا كما اقول لسافي تعرف بان وراء محمد كريم تقتل والبوليس كذلك ومثال راك يعرفوا هذا محمد كريم خبيش اليوم مية مية جوج تشد في الحبس ومعروف كذلك انه تاج المخدرات الصلبة السيد داخل خارج الحبس بتهمت الترويج المخدرات و الباية لها سافي قالوا هذا سيكون شي مدمين او لمدميني للك الناس اللي كيش اليوم عنده الحشيش او لمخدرات وربما انشب بينات مشي النزاع وقتلوه ولكن عوداني كارجوق من نقطة الصبر هيا انشب بينات مشي النزاع وقتلوه لماذا خلاوه هذا الهوين لماذا خلاوه هذا الفلوس تحت المخدر لماذا خلاوه ليه مغانته ما يمكنش هذه رطفية حسابات ادراه بينه وبين ناشي حساب اصفه وليه بعض طريقة هذه مزيان مشاو جابوا بواه وجابوا هذا السيد اللي كاري ليه الدار وجابوا أخوتهم لماذا جابواهم هذا كاملين انا نقول هذا لماذا جابواهم الرجعوا من الأول هنا جمال وناجية يعني باقين مزوجين يلا تزوجهم كانوا باقين صغارين هذا محمد كريم مخوه متعصير أخوه لماذا باقين صغارين جمال ماذا كان الخدمة كان موضعف كان موضعف مع الدولة في الفترة التسعين ناس وفي الواسط التسعين ناس كانوا مزيدين هدريري ولكن صغارين أخوه كان موضعف وموضعف مزيان في الوظيفة معينة بلا من نذكر الإسم لها كان خلاص مزيان وكان كاري حديث الدار ولكن كان يخلاص كراه ولمصروف ودور مولداته في الصيف وأي حاجة بغاوها كاسحة دار يعني كل شيء عنده الأخير وبيخير لدرجة أن الناس حسدينه هذا النعمة وهو فيها خدام وطاف تحاجة مخاصة أولاده نقيين مراته ومزيانة وكل شيء الأخير وولداته كمين هذا محمد كمال ومتصر ومتصر كانوا يقرعوا وكانوا من الأوائل في الأقسام كانوا يريدون في واحد وظائف مزيان هل ما سيتعرف على هذا جمال جمال كانوا يريح في القهوة ولكن كانوا يريح في القهوة غير كريح في القهوة لا يريدون شيء كريح مصحاب وما ما سيتعرف عليه واحد من نفس الحومة وهذا السيد حاليا كريح ومحمد كريم ومحمد كريم ومحمد كريح ومحمد كريح ومحمد كريح ومحمد كريح كانت تأتي مخدراته ولكن لا يوجد إمكانيات المادية ومحمد كريح لا يوجد يخطف وصعف نحن تعرف الجمال وعرف ومحمد كريح قال لي في إطار المحادثة بالحال قال لي عرفته جمال وعرفته الوظيفة التي تتخدم فيها وقال لي رأى الناس يجب عليها في اليومين يجب عليك وقال لي كيف وقال لي وقال لي الناس في القهوة الغهرات وقال لي يركب على آخر مكان الناس وقال لي الوظيفة وقال لي غير وقال لي بإيجابي وقال لي يتمتع الحياة وقال لي أن الشيء غير قانوني وحرام في الأصل قبل أنه وقال لي وقال لي يموت وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي حاجز هنا السيد لا يقال لي على الناس وقال لي ونفق 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 في الموضوع كيف أحيان وقت وازم وظيفة وقال لي على الوظيفة وقال لي فكر وقال لي فكر وكيف يكبر وقال لي هذه قرر أنه يدخل إلى العالم كان في الأثناء نجمع باركة الفلوس فعلا نيت قرر انه يدخل للتجارة عيط له هادخونه نيت عيط له وساعده ومشاه وشافه سجارة الهيروين وشرا واحد الباركة بدك فلوس اللي كان جمعه يعني حطها كاملة خذ واحد الباركة وبدأ كيبيوشري فعلا نيت المرة الأولى كان ندرق على البوليس يعني مخبي على البوليس ومخبي على السلطات لأن السيد كيبان نقيم مو الضعف ومدولاه ونقيم والهندام وكذا ما عمرك شك فيه انه كيبير شي حاجة وليس غير من تحتها السيد دار الفلوس بده الدرهم كيجري لي ما تجيب دياله هنا نشاهد راسه انه يجب الفلوس كثار من الوظيفة اشنو دار ما عنده أولاده أولاده كانوا مهم أرى الكبير في محمد كريم كان دار هذه الساعة تقريبا 23 عام في هذا الماكر والآخرين على يده مزيان يعني كبروا وتعقدوا يعني ايه مش اقلب ما تتوقعوا وتابعي لي للقراية هادية ما تدروا بها شو فلان وفلان وفلان ها مقرع واشنو داروا وشو فلان وفلان وفلان مقرع موالو ها ما فين وفين يعني تجارة المخدرات السلبة زيدهم هو اللي زيدهم من العالم هو ما يخرجوا خرجوا أعطانهم فلوس ولا يلاقيهم بالناس يلاقيهم بالتجار كذا هنا 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 لحتى الناس أولا بعدهم تبلاو خرجوا سمحوا في الدراسة لهم لا يبقى الناس مؤدبين كذلك زوانين ولو تقوموا وجه الحبس مزيان هنا هو سيضع سيضرب بواحد خمستاشر عام للحبس لا يبقى تقوموا ترويج المخدرات السلبة هنا يضرب خمستاشر عام لا يضرب غير سبع سنين لا يستفد من شيء ونقصوا لي وما إلى ذلك مزيان هنا يضرب سبع سنين تقريبا وخرج أولادو صغر في شدات شون بالياه ولو كي تاجروا في المخدرات السلبة ولو كي يعرفوا غير هاد النوع هادا هنا يوطاب يتحر خرج لوظيفة لخدمة لفلوس للتشهاجة خرج أولادو ساختين كثار منه ما بقى عقله لي ما بقى لحتيارة مراتو هنا فاجه أطلب بقى أطلاق فاجه أطلاق وانه لا يجب أن يدير للتجار هاد الطلاقة منه ليس هناك أقريبا لديه مرة مرة يخرب هنا هنا شيء يحيط أطلاق يتخبر من البوليس هنا يجب أن يدوروا فيه و يجريوا عليه و يتحمل مسؤولاتك المهم هو أن يجريوا عليه و يضربوا و يخاصموا عليه لكن العلاقة مع هذه الناجية لا يبقى يجب أن يجب أن يجب أن يرى أولاده هنا في الأثناء كان محمد كريم كان من داخله في هذا الحبس لم يشد عامين و أحدين و أعداد أبدا كbuds هذا معذر من السجن وهذاAT شغل من العامين و fluori kiwa chaik men chairman المشاكل يتأتي في الدار و يستعقلة و يتم تحلل مركز التجارة و من ثم المخدرات ومن ثم يسير الأعمال كان راكم واحد الباركس على الفلوس خرج شرباء الهيروين ندر واحد الميزان وهو بدأ يبيع على راسه هي فاشم كتنود الصباح كتنود الصباح كتنود الصباح كتنود محمد كريم ولقعتهم قتول هذه الحياة لهم بكل اختصار هنا كما قلنا الأب راهمه الشبافية لماذا؟ لأنه لا يوجد محمد كريم لأنه لا يوجد مولاده بصيفة عامة أخوته يعني أخوة ضحية همها مشبهة فيهم لأنهم كانوا يدابدوا مع هاد محمد كريم بزاق همها تجار مخدرات و يدابدوا معه على السوق على المراز يحرض عليهم هو يحرض عليهم التجار الأخرين يبقوا شيطائهم مثلا يدابدوا معه و عندهم مشكلة أخرى هذا ليس الضعر هذا ليس الضعر هذا الخونة الذي يخرج على هذا الجمال بوت محمد الكريم لأنه مدمن مخدرات الصلبة و يأتي عند محمد الكريم يقول له الآخر يقول له بزاق يقول له هذا الشهر لا يمكن أن تخلصه لفافات و يعطيه غير هيروين و يبقى تابدوا بالكريم أرة الهربال بل ترى فهذا امت ذلك المدرات و لكن نظاره و أذهب و هو و هو مدمن بهدام و سيجعلها كلفة كاملين و سيجعلها كلامات كاملين و سيجعلها لا يمكن إخوة أيضا وغريبة هذه القادية مزيئة نرى تقرأة الطبب الشرعي الطبب الشرعي قال لما سيد السيد تقتل مع جوية هذه الوحدة تقليل لا بالوحدة الجوش والزمن تقريبي تقليل الوفاة وشيء أخرى كما قالوا الشرطة الإنمية من اللي لاحظوها في المكان في مصرع الجريمة قال لهم هذا رالدان او الحمد النووي تقليل شخص تقليل رباق تسم الأضافة كان بدأ مقاومة عنيفة ولكن الأسف الشديد لقعت الكن المسلح وجه لي عدة طعنات صفحة مزيئة تقليل تقليل قضاء ما جاء بتشحيج جديدة مع كل بصمات تشحيجها وش لقعت الكن دير الليجات الله أعلم هل وقيتك هالبرد لربما كان دير الليجات الله أعلم هنا البوليس أول وحدين يمشون عندهم هم إخوتي هلو هذا المنتصر وعند بوح كما قلنا ما بيش بزارك يقولون هم الصفوالي لأن العلاقة لهم متوترة مزيئة هنا يقولون لنا الشرفة لوقيت المقتل محمد الكريم الرحمه في كتب سوق الجريمة هنا يدوك منتصر معيما قالت الأم بأنهم كانوا في الضعر وإن أجلي المفيد لأن أجلي هناك داع المميزة وإن أجلي كانوا في الضعر في محالي لأنهم أعلم أهلا إذا أجلي لك لأنك لدي أحد ضعر غير ويجب ما يمشون المهم فالبوليس يحاولون أن يشاهدون أن يأخذون أطر أو جروح أو قماش على جسم أخوة والأب لا يوجد جسمهم سليم مزيان هنا يشاهدون مولدار كما قلنا كان يستغل محمد كريم ويأخذ مفافات فابور يأخذ مفافات فابور ولكن هذا هو قوى على محمد كريم الزعف ويأخذ مفافات فابور ويأخذ مفافات فابور ويأخذ مفافات فابور ويأخذ مفافات فابور ومع ذلك هذا مولدار جاب حجة غياب قوية بأن هذه الليلة كان بيت في محاله عند أولاده أكدت الزوجة دياله يأخذ غير مفافات فابور يأخذ الزوجة فابور يأخذ جسمه لا يوجد سلسوي لا يوجد شيئا كما واضح أن الضحية كان قاوم القاتل لدرجة أن تحسن الأطافة باقي جلد القاتل هنا من غير هذا ما يبدو أن أرى أخرى البوليس هؤلاء المدمنين أرى الأشخاص الذين يتقومين والتجار الذين يأخذون عنهم والناس الذين يتعاملون معه من قريب او من بعيد شاهدوا الكثير من الناس ولكن تبعون بوليس واحد واحد كان واحد يبحث لوا مضني ومتعب ولكن كان وله بدام منه ولكن للأسف الشديد تحاجة مطلعات يهدي كل شيء كدرا في الزير وكرراجعه من الأول كان واحد لا يعطي شيء مؤكد وأي واحد تشكو فيه كان يمشي وكان يشوفه حجة الغياب دياله وكان لقواة قوية بزاف ماشي هو مولفعله وشكل اقتلها تسيد هذا في عقري داري شكون الله أعلم مزيان هنا ستكلف واحد ضابط شرطة قضائية فتعينه الإدارة لهذا السبب هذا لأن البوليساده لم يجلبوا تيش حاجة صافي لم يصلوا تيش حاجة فتعينه ونحن هذه الضابط وهنا فإن في الزبط في الزبط في طبيب الشرطة العلمية في التقارير ونحن نوقع نفس الناتجه لأن هذا الزبط لذلك ما هو كان لديه أحد خيوه وكان خيوه كان مدينة يخذ دهم لم يكن أطلب منه أخوة عادة يقول لها عفا كافلان أقول لها لنجدوا عن هذه الدينة لكم ونستطيع الى معكم أحد ثلثة يام ونرى بما كان لديه أحد كونجي يقول لها مرحبا الله يود سأتجي معي أحد صديق لديه صاحب هذا أخوة كان يتجد من الأدارة السجن في الحبس حالي السجن مهم يتجد من أحد دروسة المعينة كان يتجد منه بمارسوم كان يتجد منها وصاحبه كان يناولون هذا الخاص يدربونه أحد أن يدري كونجي وقاموا 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 كان السيد تخدم في الحرس في مراعته وقاموا وقاموا يتجد منهم ورغبونه وإصلاقوا ويشرقوا دروسهم وهو توقفهم هنا في حرس وفي الحضراء وفي حالة الضعوية بأن هذا السيد صاحب أخوه يتعلم في الحبس في حالة الضعوية كان هناك خبر بأن محمد كريم كان يتعلم في حارسة السيجنية ويقول لها مناسبة لك وفي حالة أسئلة وقال له مرحبا مرحبا وقال له محمد كريم في الحالة وقال له مهدته في الحبس الذي تخدمه وليس سأخذ عن صورة لأنه أرسل منه ومن يرسل من الصورة وقال له هذا وقال له لديه وقال له له المشكلة من أنه ساجين سميته جواد وقال له له المشكلة لديه ضرب وكان قتله وبالتالي لم أقل له جواد كان قتل له محمد كاريم كان حق دريل ولم تشنو وفي قناهم فرقناهم لأنه كان طيح معه في زين زينة واحدة وأنا عاق عليه المدير قال لي أحد أخونا هذا ما تتاقش به وخف رقصهم في الساحة يجب أن تراقبوهم مزيان لأن هذا السجناء وخي تصالحوا لأنه مصالحهم وقالوا ما كان بس يعني الأمور مزيانة قال لي المدير أنا عاق عليه هذا الموضف كهدر الحبس قال لي المدير أخونا هذا ما نتاقوه شفيه يجب أن تراقبوهم مزيان لأنه لا يجب أن يقربوه مزيان هذه معلومة مهمة خاصة نرى هذا الجواز الذي كان بسجود معه ووقع عليه النزام اليوم موالي يجب أن يمشي الضابط ومشي الإدارة على الحبس نيت سوى له الجواز ألقاه ألقاه خرج وماذا خرج؟ ألقاه خرج قبل أن يخرج محمد كارين خرج قبل أن يخرج محمد كارين قبل أن يحرق هذا مزيان وهم يكون السيبيل تختار وكتف وقبل أن يجد ويجد ويجب أن يكون ويجب أن يكون أعرف عنوان من الإدارة على السجن ويجب أن يكون أحد الفرقة الأمنية ويجب أن يكون وكان ساكن في الدار وفي حيو الشعبي ويجب أن يضغ ويجب أن يضغ وأنا لا يضغ وفرقة الأمنية والبوليس وكذا وتعطلون الناس لم يجوابوش يعني الواحد رابع ساعة هما يدق شوية تخرج الأخت خذها تجواد قالوا للبوليس كلمة لنا جواد جواد الفوق مزيان شوية خرج الجواد قالوا جواد قولينا لماذا نصباح ندقه قولينا ندقه أختي أختي لم أكن أحد ولكن أختي إلا أنت أختي ونصباح ندقه وعرفت هنا البوليس ومحلتي لماذا مالك؟ لماذا لم أكن أختي دخلوا البوليس ودخلوا وعرفوا أنه كان غير أختي ولكن لماذا تعطلت هنا شك هذا الدعب يقول لي بلاتي جاكتة جاكتة قالوا لماذا تشاف لماذا؟ قالوا يقول لك جاكتة وحيدة ويشوف ليه ظهره قلب ليه ظهره وعرفت أختيار الخدوش ودير لهم أعرفش هذا الكريم فوندوتان ومعتش ما يقول ليه مهم مهم كريم سنسميه كريم يدير لهم الخدوش بادين وواضحين مزيان يعني عمارة الخدوش وقماش على الأنق وضهره من جهة الكثاف من اللورة مزيان يعني يشك فيه بالصحة قال لي لماذا سألخ لا شيطان سألخ نعم نعم الموهم المشاكل والمشاكل لن نكون نهار دابس مالا وشي حاجة وصافي مهم أنا لا أعقل شليمسي نحن أشك فيه ديالب الصح يقول لي نهار فلان فلاني اللي هو نفسه نهار ويقول جريمة يعني نهار اللي تقصل فيه محمد كريم ما جويه وحده جوج في كتي 12 عمص ما بي 12 جوجين كتيت تفين و أقول لي فينا نكون أنا كتغير هنا في الدار كتي هنا في الدار أكد أنا أكد كتغير هنا و أقول لي أنت قدرت أختي أعطل أختي يقول لي نهار فلاني بقيت عاقل أو تذكرين هذه الليلة و كيف بات أخونا يعني أخوك في الدار قلت لي ماذا نقول لكم ماذا وصراحة تقريبا ماذا يأتي معطر بالليل و غالب الظن هذه الليلة رجع معطر قليلا تقريبا ما دخلت الدار الربعة على السباح و كنت تسنى فيه هنا وجوه ولو في الألوان هذا كجوه لا أحمله لأنه قال لي أنا بدت هذه الليلة لا تقريبا ما دخلت بكري لا تقريبا ما دخلت بكري مع جوه لعشرة مصر 11 قبل يسكت صافي بين البلان الدو 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 الكوميسارية هنا عمقوا مع البحث يقول لي أنت لا توجد غياب قوية تأكد الغياب على مصرح الجريمة يعني تقسر السيد تقول لي أنت هذه الليلة قمت بها الربعة على السباح و أنت لا تقديم تأتي ثلاث 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 شيء أخر الخدوش سوف نعمل الخبرة نرى لدعين و نرى لدعين التي تسمى الأضافر على الضحية و في الدار غير عطارف لكن أنت فعلها غير عطارف و يحتاج خرجها للخبرة و خرجها للخبرة تأكد لحضرة الضابط يعني الشك و الشك في المحل لدعين التي تسمى الأضافر على الضحية هو نفسه لدعين أو لا الجلد لدعين يعني هو ملفعلة هو هو أدعب أو ما نعلم هو الذي كان سبب في المقتل لديه أخي مقتل أخي كيف حكمت قال لي لأن الجريمة وقعت عام 2011 و هذه الفترة كان عربي العربي وراءكم عارفين وبنادم يعني متطرفين يجنون للناس يمشون سوريا ومات يعني هو الذي يبقى يوص وصلي محمد الكريم وتجري المخدرات كيف حدث القادية قال لي مسيدي محمد الكريم قبل أو لا من وراء ما تدخل من الدلولة لتجارة المخدرات تدخل الحمس وتعرف على الأشياء 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 دائرة هو اللحياة ومشاعة تجري المخدرات ومشاعة وبدو ندمج وخاصة نفعله وخاصة نتركه ومشاعة هنا بدك يستقطب فيها ومالناس يستقطبهم هذا يؤثر يستقطبه وطهره على الدماغ وصيفته هنا عندما كانت الحملة على هذا الناس يتكرر ومعها القبعة أو الفوقية ومعها وراجعت إلى المخدرات هنا هو توصل بأنه تخونع محمد كريم هذا جاودي توصل بأن محمد كريم هو السبب يلخوك إذا تتمشت أمه وقتله حقا على عليه ، قالوا و الله تقصينا قتله و قد حاضي لو حصلت معه في شدة محمد كريم تلاقع معه جاودي في نفس الزنزانة تعرف عليه هنا حقا على عليه وناد وايضربه وكان قتله بهذا السبب هذا فكواهم وفرقهم خرج هذا جاودي والأولاني عاد خرج محمد كريم نحن قام بترصد لي و تبعه ماذا قدر؟ قدر خطة أخرى و لم يتعرف عليه يعني صاحب معه قال لي اسمح لي يا صاحبي و ذكي الحبس لأنه من الدار منها لم يتعرف لي بسبب أخي و كده و كده عنا تهجم عليه و صافي بدون سبب يجي عنده تعرف لي قال لي اسمح لي يا الحبس و وراء صراحة ما كنتش عرفك مزيان و انت عرج مزيان و انا طلبتك و اضربتك و كده كده و صاحب معه لم يتعرف لي بسبب محامد كريم و الذي يدعي له هذا الدار يدعه و يضرب معه يضرب معه جوينات يعني جوانات يضرب معه الحشيش يضرب معه هيروين الشريباء و المهم يقصره معه و لم يتعرف محامد كريم هذا غير الغفلات لا يصف علي لأنه من يتعرفه اما شو واحد او لك يشوفه شو واحد هو هذا جواز باقي تا واحد من يشوفه يجي عنده شو ليلة من الليلة تا واحد من يلمح و انه يدخل عنده مزيان هذه الليلة من المقصر محامد كريم جاء معه كان معه و جاء و دخله الدار دخله و بقاه سهرانين ما يقوله انه كان ناوي انه صفالي كان هذا ماهو واحد الموس سكينت على المطبخ هذا زمعه تعتمنه يضربه في الجوانات و يضربه في هيروين و العبارة كيصوب بقرامات و مجمعين و كده و هذا اللغدة الاخر يشوف هذا هو عثير في الدولة هذاك عاقبي انه شايف عينيه و ما تشتلهي انه يجمع الوقفة هذاك محمد كريم الاخر ينوض و يوجه لي واحد الكمة الاخر يضربه يضربه طاح جوان طاح هذاك يعني نقدله بدهم ضربين هنا الاخر يجبد الموس و يطعنه طعنه هذا الطعنات الاخر يشده يعني يحر ساعدك انه ضربه هذا الطعنات خيبة و الاخر لم يسلح مواله يعني قمشه من ضهره و من كتافه و من العنق ادياله يطعنه يطعنه مزين مرادة انتراله التي قمت بها تحكم بالمؤبد هذا على نهاية الحلقة للمؤيد أتمنى أن أتنال رايدة لكم والله يرحم لكم والدين وشكراً بزاف على الدعم لكم لما تناهي القناة وما تنسوش نجام وما تنسوش كومنتاق وما تنسوش بارتاج القناة وفضله منكم ورئيس أمراً إلا ما تشتركوا في القناة التانية قناة جرائم حول العالم والله يرحم لكم والدين مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته